شابتر 2. Water, the solvent for biochemical reactions سوف نتحدث في هذا الشابتر عن خصائص الماء المهمة والتي جعلته مهم للكائنات الحية خاصية الماء المهمة هي البولاريتي الماء يحتوي على بولار بوند كيف تتكون البولار بوند اللي التي في الماء نتيجة الاكسجين والهايدروجين في جزء الماء الواحد هذا التشارك جميعنا نعرف أن الرابطة ما بين الهايدروجين والاكسجين في جزء الماء هي رابطة تساهمية أو تشاركية لكن الأكسجين من الذرات التي عندها إلكترونيغاتيبتي عالية يعني لديها القدرة على سحب الإلكترونات في الرابطة التساهمية إلى مدار الأكسجين أكثر منه للهايدروجين فينشأ هنا رابطة تكون دايبول دايبول يعني bonds with positive and negative ends يعني رابطة عندها طرفين طرف سالب وطرف موجب الأكسجين هو لا يكسب الإلكترونات وإنما يجذبها إلى مداره أكثر فتمضي وقت أطول حولها الأكسجين فيصبح طرف الرابطة عند الأكسجين partial negative وطرف الرابطة اللي على جهة الهايدروجين partial positive هذه الرابطة الآن تسمى polar covalent bond رابطة قطبية لأنه لديها طرفين أو هي دايبول طرفين طرف سالب وطرف موجب هذا الشكل يمثل جزيء الماء وهو يتكون من ذرة أكسجين وذرتين من الهايدروجين والشكل هو V shape نتيجة الإلكترونيغاتي العالية لذرة الأكسجين فإنه هذا زوج الإلكترونات الذي تتشارك في ذرة الأكسجين والهايدروجين في الرابطة التساهمية بينهما يكون أقرب إلى ذرة الأكسجين منه إلى ذرة الهايدروجين بسبب الإلكترونيغاتي العالية للأكسجين إذن هذا الزوج يكون أقرب إلى الأكسجين منه إلى الهايدروجين كذلك في هذه الرابطة تسمى هذه الرابطة لأنه لديها طرفين partial positive partial negative تسمى دايبول لأنه لها طرفين مختلفين بالشحنة وهي polar covalent bond ينشأ عن polarity of water خاصية أخرى مهمة للماء أو هي قدرة الماء على عمل هيدروجين بونز بين جزيئات الماء المختلفة أو بين جزيئات الماء والمركبات الأخرى إذن polarity هي خاصية مهمة للماء وينشأ عنها قدرة الماء على عمل هيدروجين بونز والهايدروجين بونز هي attractive interaction إذن هي not covalent هي فقط قوة تجاذب بين دايبول متى بين الهايدروجين في جزيئ الماء الذي لديه شحنة أو partial charge positive charge والأكسجين الفري إلكترونز مع ذرة أكسجين أخرى في جزيئ ماء آخر الفري إلكترونز هنا تحمل شحنة سالبة فيحصل attraction ما بين الشحنة الفري إلكترونز السالبة وذرة الهايدروجين التي تحمل partial positive charge إذن هذه الرابطة هنا هي الهايدروجين بوند الهايدروجين بوند إذن تنشأ هي نتيجة الattraction أو الاتراكتب انتر اكشن أو الاتراكتب انتر اكشن بين الهايدروجين الهايدروجين الذي يحمل partial positive charge والأكسجين أو الفري إلكترونز على أكسجين في جزيئ ماء آخر هذه الرابطة الهايدروجين بوند إذ اويك بوند هي رابطة ضيفة لكنها مهمة جدا وهي جعلت الماء مهم للكائنات الحية سوف نذكرها فيما بعد يستطيع الماء عمل هيدروجين بوند ما بين جزيئات الماء المختلفة كذلك يستطيع أن يعمل هيدروجين بوند ما بينه وبين البولر موليكيولز الأخرى هذا الشكل يمثل كيف تتكون البولر كوفيلاند بوند والهايدروجين بوند تتكون البولر كوفيلاند بوند بين ضرة الهايدروجين والأكسجين ضمن جزيئ الماء الواحد إذن البولر بوند أو البولر كوفيلاند بوند تتكون بين ضرة الأكسجين والهايدروجين ضمن جزيئ الماء الواحد لماذا تتكون هذه الرابطة؟ تتكون نتيجة الأن إيك والشيرين أوف إلكترونز بين الهايدروجين والأكسجين في هذه الكوفيلاند بوند هنا يحدث أن الأكسجين له إلكترونيغتيبيتي أعلى من الهايدروجين فيجذب الإلكترونات إلى مداره أكثر من الهايدروجين فيصبح طرف الأكسجين هنا وكأنه فارشيال نيغتيف للأكسجين وطرف الرابطة عند ذرة الهايدروجين يصبح فارشيال بوزيتف إذن تنشأ رابطة بطرفين أحدهما موجب هنا والآخر سالب هنا فتتكون رابطة تسمى البولار كوفيلاند بوند أو البولار بوند كل جزيء الماء يكون تو بيلار كوفيلاند بوند لأنه يحتوي على ضرتين هيدروجين إذن جزيء الماء الواحد كله هو بولار مولوكيول يحتوي على رابطتين هما بولار كوفيلاند بوند إذن جزيء الماء الواحد هو بولار مولوكيول لأنه يحتوي على تو بوند هما بولار كوفيلاند بوند ضرت الهايدروجين في جزيء الماء الواحد ذكرنا نتيجة البولار بوند تكون بارشيال بوزيتف لأن الإلكترونات تبعد عنها أما ضرت الأكسجين فتكون بارشيال نيجاتيب لأنها تجذب الإلكترونات لها أكثر من الهايدروجين إذا اقترب جزيء الماء من جزيء ماء آخر تتكون الهايدروجين بوند إذن الهايدروجين بوند تتكون بين جزيئات الماء المختلفة بين الهايدروجين الذي يحمل بارشيال بوزيتف في أحد جزيئات الماء مع الأكسجين الفري إلكترونز السالبة للأكسجين هنا تجذب الهايدروجين في جزيء الماء الآخر وتتكون رابطة ضعيفة هنا تسمى الهايدروجين بوند إذن بولر بوند بين الهايدروجين والأكسجين في جزيء الماء الواحد أما الهايدروجين بوند تتكون بين الأكسجين هنا والهايدروجين بين جزيئات الماء المختلفة هذه هيدروجين بوند كذلك الهايدروجين هنا مع الأكسجين في جزيء الماء الآخر كذلك الهايدروجين هنا مع الأكسجين في جزيء الماء الآخر إذن كل جزيء ماء يستطيع أن يكون أربعة روابط هيدروجينية هذه الروابط الهايدروجينية هي weak bonds روابط ضعيفة لكنها مهمة جدا وينشع عنها صفات عديدة للماء جعلته مهم للكائنات الحي إذن يستطيع جزيء الماء تكوين 4 hydrogen bonds مع غيره من الجزيئات سواء ماء أو بولر موليكولز أخرى 2 as donor and 2 as acceptor عندما يشارك الهايدروجين في جزيء الماء يكون دونر وعندما يشارك الأكسجين ويعمل رابطة مع ضرة هيدروجين تحمل شحنة partial positive في مركب في جزيء آخر يكون acceptor الـ geometric arrangement of the water molecule is tetrahedral أو V-shaped ذكرنا أن الـ hydrogen bonds هي weak bonds إذن هي weak bonds وهي أضعف بكثير من الـ covalent bonds لكنها they have a significant effect on the physical properties of hydrogen bonding compounds ولها أهمية كبيرة للكائنات الحية إذن الـ hydrogen bonds هي روابط ضعيفة لكنها مهمة جدا للكائنات الحية فمثال على أهمية الـ hydrogen bonds هي مثلا stabilizing of three dimensional structures of biological molecules such as DNA and RNA protein إذن الـ hydrogen bonds مهمة عشان تحافظ على ثبات الشكل لمعظم المركبات البيولوجية المهمة زي المواد الوراثية الـ DNA والـ RNA والبروتينات وهذه الموليكيوز لها شكل ثلاثية الأبعاد وكما نعرف أن الشكل الموليكيوز أو الـ biological molecules shape مهم جدا لـ structure of biological molecules هو مهم جدا فإذا تغير الشكل تتغير الـ function وقد يفقد الجزء وظيفته فإذن الـ hydrogen bonds مهمة ومثال على أهميتها للكائنات الحية أنها تحافظ على الشكل الثلاث الأبعاد للجزئات البيولوجية كما في المادة الوراثية DNA كما هو موضح في هذا الشكل فنحن نعرف أن الـ DNA يتكون من سلسلتين من البولينيكليوتايدز ومرتبطين مع بعض هذول السلسلتين بروابط هيدروجينية تعمل ثبات لشكل الـ DNA كذلك البروتين هنا شكلية للبروتين هو هذا الشكل وهذا الشكل ونلاحظ هنا وجود الـ hydrogen bond في الشكلين وتعمل stability سواء لهذا الشكل الذي يسمى alpha helix فأنا أتطرق له فيما بعد هذا الشكل يسمى alpha helix وهو الشكل الحلزوني وهو أحد أشكال تكون البروتين وهذا الشكل الآخر يسمى beta plated sheets وشكلهما ثلاثيات الأبعاد شكل البروتين هو three dimensional structure والذي يحافظ على هذا الشكل هو أحد الأسباب التي تحافظ على هذا الشكل هي وجود الـ hydrogen bonds إذن قدرة الماء على عمل روابط هيدروجينية وكما ذكرنا أن هذه الروابط هي روابط ضعيفة لكنها مهمة بسبب وجود الـ hydrogen bonds بسبب وجود الـ hydrogen bonds يمتلك الماء high melting and boiling temperature إذن الماء يحتوي على hydrogen bonds لرفع درجة حرارة الماء نحتاج لتزويده بكمية كبيرة من الـ heat من الـ heat لتكسير الـ hydrogen bonds وزيادة الطاقة الحركية فبالتالي مقارنة بغيره من السوائل الماء لديه high melting and boiling temperature كذلك الماء الـ density له يمتلك الماء خاصية تسمى شذوذ الماء وهي الخاصية هي expansion upon freezing يعني الماء عندما يتجمد تصبح كثافته يصبح حجمه أكبر فبالتالي كثافته تصبح أقل من liquid water إذن الماء الـ ice أو solid water بيكون less dense than liquid water السبب في ذلك هو الـ hydrogen bonds شكل الـ hydrogen bonds في الـ ice يكون more ordered and stable than in liquid water making ice less dense إذن النقطة هنا أن الـ ice كما في هذا الشكل لديه كثافة أقل من نفس الحجم من liquid water كما في هذا الشكل السبب هو أن الـ ice هنا الـ hydrogen bonds more ordered and stable لأنه تكون طاقتها الحركية أقل فبالتالي يكون شكلها منظم فعدد جزيئات الماء في حجم معين يكون ثابت أما في حالة هنا liquid water لأن الطاقة الحركية في الحالة السائلة تكون أكثر فالـ hydrogen bonds تكون غير مرتبة وغير مستقرة فتزداد الطاقة الحركية للجزيئات فيحدث أن الـ hydrogen bonds break and reform تتكسر ثم ترجع تتكون تتكسر ثم ترجع تتكون فيكون شكلها غير منتظم يكون هنا الـ hydrogen bonds شكلها غير منتظم فبالتالي عدد الجزيئات في نفس الحجم هنا عدد الجزيئات في نفس الحجم من liquid water بيكون أكثر منه في حالة ice فبالتالي حسب قانون density أو الكثافة الحجم هنا نفس الحجم في الشكلين لكن قتلة liquid أعلى من قتلة ice فبالتالي density للice أقل من liquid water إذن النقطة هنا أن الماء المتجمد أو ice كما في لو جبنا كاسة ماء سائل ووضعنا فيها قطعة جليد نلاحظ أن الجليد يطفو لماذا إذن؟ لأنه إذا تجمد الماء يزداد حجمه فتقل كثافته فكان float in the surface of liquid water هذه الخاصية مهمة جدا للكائنات الحية التي تعيش في المياه الباردة أو المناطق المتجمدة كما في هذا الشكل الشكل الوحيد المهم للماء للكائنات الحية أو الشكل الماء المهم للكائنات الحية هو liquid form يعني الكائنات الحية تستطيع الاستفادة من الماء فقط إذا كان في الحالة السائلة إذا تجمد الماء أو أصبح غازفها ويصبح غير مفيد للكائنات الحية إذن خاصية شدود الماء هذه مهمة للكائنات الحية التي تعيش في الأقطاع أو في المناطق المتجمدة فعندما تتجمد طبقة الماء بسبب برودة الجو أو انخفاءة درجة الحرارة الشديدة تتجمد يتجمد الماء فعندما يتجمد تقل كثافته كما في هذا الشكل هنا في هذه الطبقة الماء المتجمد يرتفع إلى الأعلى لأنه يطفو على سطح الماء السائل لأنه كثافته أقل فيعمل كطبقة عازلة يمنع الطبقات السفلية هنا من فقدان الحرارة فبالتالي تبقى سائلة إذن هذه طبقة الجليد تعمل كطبقة عازلة تمنع فقدان الحرارة من الطبقات السفلية فلا يتجمد الماء وطبق الكائنات الحية على قيد الحياة تستطيع أن تتأقلم مع برودة الماء ولكن لا تستطيع أن تتأقلم إذا تجمد الماء فإذن الهيدروجين بونز هنا كان لها دور مهم في حياة الكائنات الحية خاصة الأكواتيك أورغانيزمز يعني الكائنات الحية البحرية ذكرنا أن الماء لديه high melting point and high boiling points السبب في ذلك يعني الماء لا يبرد بسرعة ولا يسخن بسرعة السبب في ذلك هو أن الماء يمتلك high specific heat ماذا نقصد بالspecific heat هي الحرارة النوعية يعني ببساطة لو لدينا 1 جرام من الماء ونريد بدرجة حرارة معينة ونريد رفع درجة حرارته أو خفض درجة حرارته درجة مئوية ما هي كمية الحرارة التي يجب أن نزودها أو يبقدها الماء لتتغير درجة حرارته 1 Celsius إذن هذه تسمى specific heat لماذا الماء لديه high specific heat أيضا السبب هو الhydrogen bonds إذن السبب هو وجود الhydrogen bonds إذن النقطة هنا أن الماء لديه high specific heat ببساطة ماذا نعني high specific heat يعني الماء يمتص heat كثيرة حتى ترتفع درجة حرارة درجة مئوية يعني لا يسخن بسرعة ويحتاج أن يفقد heat كثيرة كمية heat كثيرة حتى تنخفض درجة حرارة درجة مئوية واحدة إذن الماء لا يسخن بسرعة وإنما بالتدريج ويبرد بالتدريج بسبب أن لديه high specific heat ما السبب في ذلك وجود الhydrogen bonds حتى نرفع درجة حرارة الماء درجة مئوية واحدة يجب أن نكسر الhydrogen bonds فنحتاج إلى كمية كبيرة من الهيت لتكسير الhydrogen bonds فيأخذ وقت طويل لترتفع درجة حرارة درجة واحدة كذلك لخفض درجة حرارة الماء درجة مئوية واحدة يجب أن تبنى الhydrogen bonds لتنخفض درجة حرارة الماء درجة مئوية واحدة لازم الماء يكون hydrogen bonds جديدة وهذه تحتاج إلى الماء أن يفقد heat كثيرة فبالتالي لا يبرد بسرعة ولا يسخن بسرعة بسبب وجود الhydrogen bonds والتي ينشأ عنها ما أهمية هذه الحالة بالنسبة للكائنات الحية أنه بصير عنا minimized temperature fluctuations to limit يعني that permit life يعني بقلل من مقدار التفاوت في درجات الحرارة هذه الخاصية مهمة للكائنات الحية التي تعيش في أيضا الماء فهناك فرق كبير في درجات الحرارة ما بين مثلا الليل والنهار في النهار تكون درجة الحرارة عالية في الليل باردة الآن عندما يأتي الليل لا تنخفض درجة الحرارة فجأة فإذا حدث ذلك يحصل شك للكائنات الحية ولا تستطيع أن تتأقلب فتموت فلذلك من خصائص الماء لديه high specific heat لا يبرد بسرعة وإنما بالتدريج كما ذكرنا بسبب وجود الhydrogen bond فتنخفض درجة حرارة الماء تدريجيا ما بين النهار والليل فتستطيع الكائنات الحية البحرية تأقلم مع التغير التدريجي في درجات الحرارة وكذلك كما يحدث ما بين الليل والنهار ترتفع درجة الحرارة تدريجيا للماء وليس بسرعة وليس بشكل مفاجئ وإنما بالتدريج فتستطيع الكائنات الحية أن تتأقلم مع التغير البطيء في درجة الحرارة أعود وأؤكد هنا أن الخاصية المهمة للماء هي الpolarity ونشأ عنها أن قدرة الماء على تكوين الhydrogen bond بين جزيئات الماء وبين جزيئات الماء والجزيئات الأخرى نشأ عن وجود الhydrogen bond أن الماء لديه physical properties زي high melting point high boiling temperature عنده high specific heat عنده أنه لما يتمدد أو لما يتجمد يتمدد والdensity تصير أقل كذلك من الصفات الماء الناتجة عن وجود الhydrogen bond خاصيتين الcohesion والadhesion forces قوة التماسق والتلاصق هذه القوة ماذا نعني بها الcohesion هي hydrogen bonds hold water molecules together يعني هي نوع الcohesion والadhesion هي نوع من الhydrogen bonds تعمل على تماسك جزيئات الماء مع بعض الcohesion إذن بين جزيئات الماء هي الhydrogen bond بين جزيئات الماء تسمى الcohesion التماسك أما الadhesion فهي الhydrogen bonds بين جزيئات الماء والجدران والجزيئات الأخرى كما في الwalls of visors كما في جدران الvisors مثلا لو وضعنا ماء في كأس جزيئات الماء جزيئات الماء مع بعضها تحتوي على cohesion forces أما جزيئات الماء مع الزجاج الكأس فهي adhesion إذن قوة التماسك والتلاسق سببها أيضا وجود الhydrogen bonds ما أهميت هاتين الخاصيتين للماء هي أن الماء مثلا يستطيع أو عملية نقل الماء من الأسفل إلى الأعلى عبر الأنيببات الدقيقة التي موجودة في الماء عكس الماء كما نعلم ينقل أو عفل النبات ينقل الماء من التربة إلى أعلى وقد يصل طول بعض النباتات إلى عشرات الأمطار فكيف يستطيع النبات نقل الماء عكس الجاذبية الأرضية لمسافات مرتفعة سبب وجود الcohesion والأدهيجن أن جزيئات الماء تلتماسك مع بعض وتلتسق مع جدران الكابيلاري وورز وهي النبيبات أو يعني مع جدار الأنيببات الدقيقة الموجودة في النبات فيستطيع الماء بقوة الcohesion والأدهيجن أن يرتفع عكس الجاذبية الأرضية كذلك نشأ عن الcohesion أيضا للماء أن الماء لديه high surface tension ماذا نعني بـ surface tension يعني هي أنه قدرة الماء يعني يعني أو يعمل سطح الماء بسبب وجود الcohesion اللي سببها أيضا hydrogen bond يعمل كما لو كان لشاء مشدود إذن الماء عنده high surface tension than other liquid than most other liquid ليش لأنه جزيئات الماء كما ذكرنا يوجد بينها قوة تماسك cohesion فتعمل كما لو كان سطح الماء لشاء مشدود ولذلك تستطيع بعض الكائنات الحية الصغيرة يعني 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 تستطيع بعض الكائنات الحية الصغيرة كالحشرات أو الكائنات الحية الصغيرة الحجم بأن تمشي أو تقف على سطح الماء لأنه سطح الماء كيعمل كما لو كان غشاء مشدود لو أثرنا بقوة معينة على سطح الماء فنعمل على تكسير هذه الcohesion أو تكسير الرواضي الهيدروجينية فيغرق الكائن ولكن بشكل طبيعي تكون سطح الماء عندها high surface tension فتستطيع بعض small animals أنها تقف على سطح الماء إذن هنا ذكرنا أن بسبب وجود الهيدروجين بون نشأ عندنا الcohesion property أو cohesion forces وهذه الخاصية allows for organisms to walk on water surface كما نلاحظ بهذا الشكل هذه الحشرة وهذا small organism can walk on the surface of liquid water أيضا من الخصاص المهمة للماء قدرته على تذويب معظم المواد فهو universal solvent إذن ما هي solvent properties of water الماء لديه قدرة على إذابة معظم المواد سواء الموجودة في أجسام الكائنات الحية أو في الطبيعة وتصنف المواد حسب قدرتها على الذوبان في الماء إلى hydrofylic substances وهي water loving molecules أو هي المواد التي لديها القدرة على الذوابان في الماء يعني hydromaphilic محبة محبة للماء has water affinity tend to dissolve in water يعني water soluble يعني تذوب في الماء ما هي المواد التي لديها أو يستطيع الماء إذابتها هي ionic and polar substances هي المواد أو المركبات القطبية أو المركبات الأيونية إذن hydrophilic substances هي water loving substances أو tend to dissolve in water أو water soluble يعني soluble in water لها خاصية إنها قدرت دوبان في الماء هي المركبات الأيونية والpolar substances المواد التي لا تستطيع دوبان في الماء تسمى hydrophobic substances hydrophobic يعني كارهة للماء hydro يعني مائي وبك يعني كارهة water fearing يعني تخاف من الماء أو has no affinity for water ليس لها قابلية أو tend not to dissolve in water يعني water insoluble يعني ليس لها قدرة على الذوبان في الماء غير ذائبة في الماء ما هي المواد التي لا تذوب في الماء هي non-polar substances المركبات الغير قطبية كما في hydrocarbons مثلا المركبات الhydrocarbons ذات ذوب الماء لأنها مركبات غير قطبية ومثال عليها مثلا الزيوت هناك بعض المواد أو المركبات لها طرفان طرف يكون hydrophilic محب للماء وطرف يكون hydrophobic كاره للماء فهذه المركبات تسمى amphibethic substances إذن amphibethic هي characteristics of both properties يعني لديها صفات hydrophilic والhydrophobic substances طرف منها يكون محبل الماء أو polar وطرف يكون non-polar أو غير محبل الماء إذن طرف يكون hydrophilic وطرف يكون hydrophobic هذه المركبات إذا وضعت في محلول مائي tend to form substructure called micelles الميcells هي يعني شكل spherical shape تشكله المركبات الأنفي باتيك substances إذا وضعت في محلول مائي إذن الhydrophilic substances هي المركبات المحبة للماء التي تستطيع أن تدوب في الماء ومثال عليها الأيوني كومبانز هنا مثال هو كلوريد الصوديوم أو صوديوم كلورايد ملح الطعام هنا في حالته الصلبة قبل أن يدوب في الماء هو مركب أيوني عندما نضع مركب أيوني في الماء فإنه يتفكك إلى أيونات الكلوري السالبة كما هنا في هذا الشكل وآيونات الصوديوم الموجبة والماء هو بولر مولكيول يحتوي على طرفين سالب وموجب وكما نعلم أن الشحنات المختلفة تتجاذب فذرات الهايدروجين الموجبة تحيط بذرات أو أيونات الكلور السالبة فتعمل ما يسمى سياج مائي حول أيونات الكلور كذلك ذرات الأكسجين التي تحمل أكسجين أكسجين السالبة تحيط بأيونات الصوديوم الموجبة وأيضا تعمل سياج مائي فتمنع ارتباط تمنع ارتباط أيونات الصوديوم مع أيونات الكلورايد فتعمل على إذابتها في الماء إذن يستطيع الماء إذابت المركبات سواء العضوية أو القطبية الأخرى عن طريق تكوين ما يسمى الhydration والسبب يعود أن الماء هو بولار مولكيول إذن قدرة الماء على إذابت المواد الأيونية وقدرته على تكوين ما يسمى الion diabol interaction وهي كما ذكرنا قدرة الماء هنا كما ذكرنا على عمل سياج مائي حول الآيونات كما في المركبات الآيونية أو قدرة الماء على عمل diabol diabol interaction كما يحدث عندما يدوب المركبات المقطبية أو polar compounds الأخرى في الماء كما في الكحول مثلا هو مركب polar أيضا أو ketones هي مركبات polar فتحمل أيضا partial negative partial positive فكيف تدوب هذه المركبات أيضا في الماء عن طريق تكوين سياج مائي من الماء حول هذه الجزيئات المستقطبة أو القطبية فهي تكون ما يسمى diabol diabol interaction إذن إذن المركبات hydrophilic substances الإجزام عليها الأين compounds وال polar compounds الأمفي باثيك موليكيول هي المركبات التي تحتوي طرفين كما ذكرنا الطرف يكون hydrophilic وطرف يكون hydrophobic كما في أملاح الحموض الدهنية ننتبه أملاح الحموض الدهنية هي أمفي باثيك موليكيول هذه الأملاح تحتوي طرف هنا كما في هذا الشكل هذا الطرف الهيد بيكون polar يكون hydrophilic محب للماء فيقترب من الماء والطرف الآخر وغالبا بيكون hydrocarbon tail من hydrocarbon موليكيول ويكون non polar فيبتعد عن الماء إذن مثال على amphibothic موليكيول يعني المركبات التي لها خاصية الأنفيباثيك يعني لديها طرفان هو salts of fatty acids أملاح الحموض الدهنية salts وليس الفاتي أملاح وإنما salts of fatty acids إذن هذا الجدول يمثل على بعض المواد التي hydrophilic أو مواد hydrophobic كما ذكرنا hydrophilic substances هي التي لديها قدر على الضوباء في الماء أو water soluble substances وإكزامبل عليها البولار ال ionic compounds الشوغر في جنرال أماينو أسد الحموض أو الأمينية والفوسفيت هاي مركبات تكون hydrophilic أما المركبات الhydrophobic اللي هي cannot dissolve in water فهي non-polar substances إكزامبل عليها الhydrocarbons والفاتي acids والكوليسترول ذكرنا أن المركبات الأمphipathic molecules التي لديها طرفين hydrophilic وهيدrophobic ends تكون إذا وضعت في محلول مائي أو في الماء فإنها تكون spherical shape يسمى mycel ذنه spherical arrangement of organic molecules in aqua solution cluster so that كيف إذن هذا الموليكيول كما ذكرنا كما في أملاح الحموض الدهنية لديها طرف يكون محب للماء يقترب من جزئات الماء هنا وطرف التيل وغالبا يكون hydrocarbons يكون كاره للماء فيبتعد عن الماء فيحدث له clustering للداخل ويحيط الماء في الطرف الهيد اللي هو الجزء الذي يحب الماء فيعمل hydration shells أو حوالين المركب فينشأ هذا الشكل الكراوي أو spherical ويسمى myceles وهي فالحق كذلك وكني که و شكرا و شكرا و شكرا